مجاز لأهم الأنباك قدمه لكم من شوف تيفي أهلا بكم أفدت مصادر شوف تيفي أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال والدريس الأزمي الوزير المنتدى بلدى وزير الاقتصاد والمالي المكلب الميزانية شرع في حملة انتخابية سابقة لأوانها في دوائر تمارا لكيقتنوا بها ورغم الأزمة الحكومية لأرخط بدرالها على مشهد سياح سيب المغرب والتي لم تتضح معاني مجالها بعد وحسب نفس المصدر فإنه الوزيرين وزع دعوة على سكان هذه المنطقة لحضور لقاء توصولي غادي نظم حزب البيجيدي بقاعة الأفراحة يوم الأربعاء المقبل غدا تخصص العرض منجزة الحكومة حصيلة وأفاق في الخبر الدولي أمهلت حركة التمرد المصرية المعارضة للرئيس محمد مرسي حتى التلتاء للتنحي مهد بحملة عسيان مدني في حالة البقاء ديالو في السلطة وقال التمرد سبيان تنشر لموقعها الإلكتروني نمهل محمد مرسي لموعد أقصى الخامسة من مساء تلتاء القادمة الموافق لثاني من يوليوز ليغادر السلطة باش تمكن مؤسسة الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة استطاع 1389 مترشح ومترشحة نيل شهد التقني العالي برسم سنة الدراسية الحالية وأعلن بلاغ لوزارة التربية الوطنية أنه 1389 نجحوا من أصل 2045 جتازوا الاختبارات النهائية في 35 مركز للامتحان غطت جميع جهات المملكة وأضاف ذات البلاغة أنه حالة الغش بالغاتل 48 حالة تم ضبطها أثناء عمليتين الإجراء والتصحيح أحيلت على اللجنة المختصة للبد فيها قبل إجراء المداولات كشارك المغرب في الدورة سعود وخمسين للمعرض الصيفي للمنتجات الغذائية بنيويورك أكبر معرض مهني صناعات الغذائية والمنتجات المحلية لشمال أمريكا لانطلق أمس الأحد وكترم مشاركة المغربية تتمين المنتجات المحلية الموجهة للسوق الأمريكية والبحث عن زبناء ومجالات تسويق جديدة واستثمارات مختلف تدابير التحفيزية المتاحة في إطار اتفاق تبدل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وقد نختم بالخبر الرياضي بحيث أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه نجم برشاونا الجديد ونجم منتخب السامبا نيمار المتواج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس القرات لصدفتها بلادو توجد بها سيختال عملية جراحية يوم الجمعة القادمة على الاتحاد البرازيلي عن هذا الخبر وأشر إلى أنه نيمار سيخضع للجراحة في الحلقة ديالو بعد الخبر مشاهدين كانتوا معكم أوراق الموجز لكم أطيب وأرق تحيا من كل تقام شوف تيفي تقنيين وصحفيين دمتم في رعاية الله إلى اللقاء موسيقى